فإذا رجل الله هو رجل الصلاة وعندما نقول الصلاة لا نتكلم عن صلاة ترديد ولا صلوات تكرارية ولا مجرد كلمات نتمتم بها لا يعني تخلو من التأثير وتخلو من القوة أيضا لكننا نتكلم عن صلوات تستطيع أن تغلق السماء صلوات تستطيع أن تفتح السموات صلوات تستطيع أن تنزل نار من السماء صلوات تستطيع أن تبرئ الأرض وتغير شعوب إنها قوة الصلاة من خلال حضور الله بقوة الإيمان ممسوحة بجلال وقوة وحضور الله فاللي بميز رجل الله أنه فعلا رجل صلاة وفعلا صلى كمان في ملوك الأول إصحاق 18 أيها الرب إله إبراهيم وإصحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله وأني بأمرك قد فعلت هذا استجبني يا الله استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت أرسلتني وفعلا صلى ونزلت نار الرب وعندما نزلت نار الرب اجتمعت كل المملكة وقالوا على جبل الكرمل الرب هو الله الرب هو الله وعلى فكرة اسم إليا تعني الرب هو الله الياهو ياهو يهو ال الله يعني الرب هو يهو هو الله فإذن اسم على مسمى مش مجرد كلمات ففي هذا الاسم في رسالة وفي طبعا قوة وفي حضور إلهي اشتركوا في القناة